قبل ما اسألك على قرار الاعتزال تدهيق لو سألتك عن الحادثة اللي حصلت دي لانه كان فيها حوليها كلام كتير؟ لا الحادثة اللي حصلت انا قلت لهم ده حرامي خايف مني وانا كنت طلع على مسك الشنطة بتاعتي في حد ضربك باين على دماغك؟ مفيش حاجة خالص ده واحد عملي كده بالزبط وهو خايف مني مفيش ما حصلش الحادث بس لحقه بيد يعني؟ اه ما حصلتش حادث اللي انا طعن والحقه احمد برادة في المستشبه مكانش خالص الكلام ده هوي انا عدت بالزبط ثلاثة ايام وبتنت اتمرق بعد دي بعشرة ايام بس هم عاملوا حوالينها يمكن عشان هم كانوا بقولوا اصابة كبيرة وكده فدي اول حاجة انت بتقولها مش مظبوطة الحاجة الثانية قالوا انه لا دي مش حادثة عابرة دي حاجة مدبرة دي جريمة ده مش عارف ايه يعني كان فيه كده كلام مراغي كتير حوالين الموضوع ده انا اما يعني يعني عمري في حيتي مش م اقدر اظل محد يعني موں ايه اظل محد اه ممكن يعني بطلتني بسلا شهر ولا حاجة كان فيه ساعيتها بطولات موجودة على السياحة مالعبتش فيها بس م по عدرش اللي انا يعني ساعيتها مقدرش كنت اظل محد بس كده هم حاسة ان فيه كلام انت مش حاسة تقوله اه في ساعيتها يعني كان كذا حد جابوه كلام ده وبطلترام يقول لي لا مش هقدر قد اي اثرت معنويا عليك الحادثة دي واضح ان هي جسدين ما اثرتش بس معنويا دايقتك قوي او عطلتك او خلتتي بقى في شوشرة معنويا ساعتها ساعتها صدقيني انا حاس ان انا مظلوم او واقع دي احسن فطرات عندي اه بحس ان انا لازم ارجع تاني فدي انا كنت نبرة خمسة محاصلتلي من اربعة العالم رجعت بقيت نبرة اتنين واحسن لعب لعبتو في حياتي بعديها عشان بعد تكمية الاشعاعات اللي طلعت واحمد مش هرجع تاني واحمد مش عالف ايه فدي بديتني حماس اكتر عشر مرات خلي بالك انت بتلعبي كل يوم بطولة شاكي بطولة بره وبره طبعا مش بيحبوا المصريين يكسبوا عشان تكونوا عارفة يعني برضو بيحبوا ولادهم هم يكسبوا اللي انت واحد مصري انا بلعب مع مصريين يعني هنا مصريين دولات بيلعبوا مع بعضيهم اه 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 انا بلعب مع باكستاني بلعب مع انجليزي بلعب مع اسكوتلندي فمين المصري اللي طالع من لنا دوشة فكان دي برضو حاجات بمديان يعني هدف كبير جدا وكان ساعتها لارفع عالم مصر ودي اهم حاجة بالنسبة لي اه